اشتركوا في القناة وشأن شأن الدول الناهضة كانت سوريا سباقة بإنشاء الجامعات وأول جامعة دمشق المعروفة بعراقتها وقيمتها العلمية وخصوصاً إنه من أقدم جامعات المنطقة وبيزيد عمره عن القرن عن جامعة دمشق تأسيسه ومراحل التطور وأهم الأدوار والشخصيات اللي تعلمت فيها رح تكون حلقتنا اليوم بحكاية سورية ترجع فكرة تأسيس جامعة سورية لمطلع القرن العشرين لما أمر السلطان عبد الحميد والد دمشق ناظم باشا بإنشاء مكتب لتدريس الطب والصيدلة بمناسبة يوم تولي العرش ويقال إنه وباء الكوليرا يلي اشتاح سوريا عام 1903 كان وراء فتح المكتب الطبي لكن بترجع مصادر تانية السبب لازدياد أعداد الجند العثمانيين في العهد العثماني يعني أربعة قرون حقيقة بقي العثمانيون في سوريا وفي مختلف البقعة العربية لم يكن هناك للعلم نصيب وذلك هو الوصفة المميزة للتخلف في بدايات القرن العشرين بمناسبة الاحتفاء أو الاحتفال بتسلم السلطان عبد الحميد أراد أن ينشئ مكتبا علميا للطب غير معروف بشكل دقيق إن كان هناك أسباب استدعت لذلك ويقال بأنه كان هناك تفش مرض الكوليرا وربما هؤلاء الخبراء ربما يساهمون بإنقاذ ذلك البلد أو شفاء المرضى من هذا الوباء على كل حال بدأ هكذا لكن انطلق الأمر إلى ميادين أخرى في العلم نراها الآن مهما يمكن أن يقال عن فترة السلطان عبد الحميد الثاني وهو من استبداد ومن مجازر حتى وقعت للأرمان ومجموعة من الأحداث السياسية والتسلط الذي كان هناك إلا أنه يجب الاعتراف أنه كان من أكثر السلاطين العثمانيين الذين اهتموا بموضوع التعليم والجامعة قام بإنشاء مدارس متوسطة مدارس عليا أنشأ فروع للطب للحقوق للصيدلة بل حتى للمعادن والأحراج بل حتى للمعاقين حاول أن يؤسس بشكل أساسي أن يدشن مرحلة بداية التعليم في العالم بدأ في تركيا بشكل أساسي ولكن الأمر أيضا انتقل إلى سوريا وبيروت ما كتب لمشروع السلطان عبد الحميد الاستمرار فبعد الانقلاب عليه تحول المكتب الطبي لثكنة عسكرية للجيش التركي واستمر الحال حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لما أعلنت سوريا استقلالها وقيام النظام الملكي وتم بوقت افتتاح معهد الطب ومدرسة الحقوق يلي كانت آخر مبنى شيدوا العثمانيين على ضفة بردة في سنة الآن يمكن التاريخ لسنة 1923 أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا بتاريخ رسمي لإنشاء ما أسمي بجامعة سوريا التي كانت حتى وقت قريب منذ ذلك الفترة مرتبطة بالامبراطورية العثمانية كان هناك مدرسة أو معهد للطب ومدرسة للحقوق بأثناء قيام الحكومة السورية الأولى في زمن الانتداب في سنة 23 استصدر قرار بدمج الكليات أو المعاهد الطب ومعهد الحقوق وكان هناك مجمع لغة العربية ودار الأثار الإسلامية وسمي الجميع عن وقتها بالجامعة السورية أول مبنى للجامعة السورية هي الإشلة الحميدية يلي كانت بداية ثكنة عسكرية وهي عبارة عن مبنى ضخمة بيتألف من مئات الغرف ولما انتهى الحكم العثماني بسوريا وقيم مكان الثكنة نواة الجامعة السورية يلي بدأت بكلية الحقوق وبعد لهذا اليوم بيحيي البرامكة بدمجق بشهر تموز عام 1945 سلمت فرنسا الثكنات العسكرية بدمجق للجيش السوري وكانت أشهرها الثكنة الحميدية يلي صارت بعدين كلية الحقوق وكانت تسمى القشلة الحميدية والقشلة هي كلمة محرفة من الكلمة التركية قشلاق ومعناها مأوى الجند انشأت الثكنة عام 1897 من قبل والد دمشق خلال حكم السلطان عبد الحميد بداية بطابق واحد وبعد فترة تم بناء طابق ثاني وبلغ عدد غرفها نحو 400 ونوافذها بين الألف والألف وخمسمية وكان فيها عشر استبلات للخيول ومستودعات ودار للبيترة ولما قامت الملكية بسوريا وتوج لملك فيصل على العرش أقيم مكان الثكنة نواة الجامعة السورية يلي بدأت بكلية الحقوق وخلال الانتداب الفرنسي استعمرت الثكنة كمقرد الحامي المغربي التابعة لفرنسا ومنها تم الاعتداء على المجلس النيابي بالدمشق وبعد الجلاء عام 1946 انتقلت للثكنة معاهد الجامعة السورية واستقرت فيها كليات الحقوق والشريعة والعلوم ولا يزال مبنى كليات الحقوق لليوم بشغل القسم الأساسي منها بالبرامكة قشلة الحمدية أول بناء كان لما أسميه بالجامعة السورية كان بموقع كما هو الآن في لا يسهل حاضر الآن في دمشق في وسط دمشق في منطقة البرامكة مكان كلية الحقوق والشريعة وكلية العلوم أيضا ومحيطة التي كانت على كتف نهر بلدها سابقا حقيقة في تلك الفترة وعزم السلطان عبد الحميد الثاني كان هناك رغبة بإنشاء جامعة تضاهي إلى حد ما جامعات الأوروبية وتحديدا بنيت كشكل عمراني تلك الجامعة على غير جامعة السوربون في فرنسا يعتبر الطبيب رضا سعيد الأب الروحي للجامعة السورية وبيعود له الفضل بتأسيس مدرسة لتعليم الطب وعمل فيها عدد من الأطباء أبرزون عبد الرحمن الشهبندر وتحولت المدرسة لاحقا للمعهد الطبي العربي وبعد عام 1920 وقف رضا سعيد بيوجه محاولات الفرنسيين إغلاق المعهد وقدر يخلي العربية لغة التدريس فكان رضا سعيد باعث الجامعة السورية وعميدة الأول جامعة دمشق أشهر من نار على علم لكن قلة من الناس بيعرفوا مؤسس الجامعة وعميدها الأول الدكتور رضا سعيد الأيتوني من موليد دمشق عام 1876 تخرج ببداية القرن العشرين من المدرسة الطبية العسكرية بإسطنبول وبعام 1908 رفع لرتبة قول آغاسي وقفت عباريس لدراسة أمراض العين بمشفى أوتيل ديو وبعد ما نال الشهادة حصل علاقة بموليتور أي طبيب باحث وبرجعته لدمشق عين رضا سعيد طبيب عيون أو كحال مثل ما كان تسمى بالمشفى العسكري المركزي وبعد تولي الملك فيصل عرش سوريا أسس الدكتور رضا سعيد المعهد الطبي العربي محل المكتب الطبي التركي وصار عميد للمعهد وبعد الاحتلال الفرنسي واجه رضا محاولات إغلاق المعهد ونجح بإبقاء العربية لغة التدريس وبعام 1923 انطلق رضا سعيد بمشروع تأسيس الجامعة السورية وكان أول رئيس للجامعة وساعد أيضا بتأسيس معهد الحقوق وبفضله صارت البكالوريا السورية بعام 1929 معادلة للبكالوريا الفرنسية وكانت الجامعة الوحيدة بالعالم يلي بتدرس لغة العربية وبأواخر نشرين الأول عام 1945 توفي الدكتور رضا سعيد بعد ما ترك إدف تعليمي لا يقدر بثمنه بالإضافة لأوسم رفيعة حصل عليها محليا وعربيا وإجنبيا يعود الفضل للأستاذ الكبير غضا سعيد بأنه حافظ على التعليم بالنسبة لتعرف مواد علمية ولا عهد لسوريا أو للشام بهذه الأمور وإنما توجد في لغات أجنبية وخاصة فرنسية أو الإنجليزية لكن أصر الرجل أن يكون تعليم هذه المواد وخاصة مادة الطب واستمر هذا التقليد في سوريا بعض الفاصل رح نحكي عن أبرز الشخصيات يلي تخرجت من الجامعة السورية والتغييرات يلي طرقت عليها خلال قيام الجمهورية المتحدة ورح نحكي كيف تحولت جامعة دمشق لمجرد مؤسسة حزبية وحضورة بمظاهرات الـ 2011 أهلا وسهلا فيكم بحكاية سورية وحكايتنا اليوم عن جامعة دمشق لعبة جامعة دمشق أدوار مهمة بأكتر من مرحلة بتاريخ سوريا وبيذكر المؤرخين مشاركة طلاب الجامعة بالأضراب الستين الشهير عام 1936 وكمان رفع أول علم سوري بعد خروج الفرنسيين على المبنى يلي صار بعدين كليت الحقوق وإضافة لهالشي كان لطلبة جامعة دمشق أهمية بترجيح نتائج الانتخابات النيابية بين المتنافسين سجلت جامعة دمشق مواقف بارزة خلال محطات عديدة بالتاريخ السوري فبيوم 9 نيسان عام 1929 أضرب طلبة وطالبات جامعة دمشق احتجاجا على تخفيض فرنسا من ميزانية الجامعة السورية 75 ألف ليرة وبعام 1932 عمت الاحتجاجات جامعة دمشق وهؤلاء الموجودون في جامعة دمشق كانوا في حالة تصدي بحكم معرفتهم وبحكم اطلاعهم وأنهم الحالة المتنورة والتي تقود الناس لأن الجامعة هي المكان الطبيعي لانطلاقة أي ثورة ووجود هؤلاء الشباب الوطنيين كانوا نبراس أساسي من خلال معرفتهم في مقاومة الاحتلال ومقاومة الاستبداد رفع العلم على كلية الحقوق بين أمكنة أخرى رفع العلم العربي السوري على كلية الحقوق نعم هذا تاريخ ثابت وموجود من يعود إلى تاريخ جامعة دمشق وتاريخ الحركة الطلابية في سوريا لا يستطيع انكار سلسلة من الحوادث والأدوار التي قامت بها الجامعة سواء كمكان أو الطلاب كفاعلين وحركة طلابية تحديدا في مرحلة الانتداب الفرنسي وحتى في مرحل لاحقة لكن في مرحلة الانتداب الفرنسي هناك مثلا في سنة 1932 كان هناك إضراب من جميع الطلاب احتجاجا على تخفيض موازنة التعليم بشكل كبير جدا بزمن حكومة الانتداب لكن الأشهر كان حقيقة هو ما أطلق عليه بالإضراب الستيني في سنة 1936 الذي كان ضد سياسات الانتداب الفرنسي في تلك الفترة وتحديدا في دمشق والتي كانت من ضمنها محاولات إغلاق الجامعة أو الاستمرار في محاولة إغلاق الجامعة بقي الإضراب لبدأ ستين يوما وقطعت كل السبل المؤدية إلى الجامعة إلى طريق البرامكة الآن إلى كلية الحقوق الموجودة إلى الآن في دمشق وحتى كان هناك كما الآن وكما في كل زمان كان هناك لجنة طلابية تسجل أسماء من خرق قانون الإضراب وحاول الذهاب إلى الجامعة ووضع في قوائم سوداء والآخر ما هناك القصد أن هناك كانت حركة طلابية قوية وفاعلة في تلك المرحلة تخرج من الجامعة السورية شخصيات صارت ذات شأن كبير بالتاريخ السوري مثل رئيس الوزراء فارس بيك الخوري يلي تعلم بمدرسة الحقوق لما كان مقر الرئيسي بالمبنى يلي شغل مكانه لاحقا وزارت السياحة على ضفة نهر بردة لجانب الاتكية الإسليمانية صارت الخوري فعلا هو أحد أولئك الرجال الأساسيين والنقطة البيضاء في تاريخ سوريا والجامعة السورية مثله مثل خالد العظم مثله مثل الكثير من المفكرين أيضا وشخصيات المهمة العربية التي درست في الجامعة السورية دعينا لا ننسى أن المفكر المغربي الراحل محمد عبد الجابري قد ذهب ودرس على مقاعد الجامعة السورية حتى زعيم النهضة التونسي محمد راشد الغنوشي قد درس في الجامعة السورية في تلك الفترة كانت في فترة الخمسينات تحديدا حتى منتصف الستينات أو بداية الستينات كانت الجامعة لا تزال تحتفظ بهذه الحيوية وهذه هي الليبرالية التي تسمح بالتعددية والاعتراف بالآخر وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مجتمع سليم ومعافى وصحي لا يستطيع أحد أن يذكر جامعة دمشق وكلية الحقوق تحديدا دون ذكر الأستاذ الشهيد محمد الفاضل عميد كلية الحقوق ذلك الرجل الذي قضى في وقت من الأوقات وقيل بأن الإخوان المسلمين هم مقتله لكن كان ذلك الرجل مناكفا للاستبداد وربما تحت يافضت الإخوان المسلمين تم تصفيته هذا من الشخصيات الهامة جدا في تاريخ جامعة دمشق إضافة إلى الأستاذ عزيز الشكري كأستاذ أيضا في كلية الحقوق والكتاب الأهم بالنسبة له عندما كتب عن التروريزم والإرهاب إضافة إلى أساتذة كثيرين إن كانوا في الأدب العربي النفاخ وندكر أيضا الأستاذ العوى والأستاذ دكتور جلال صادق العظم هؤلاء حقيقة أيضا في العلوم الأساسية في العلوم الهندسية والطبية حقيقة أعداد لا تحصى من القامات التي تعتز بها سوريا لكن الكثير منهم للأسف لم يستمروا في سوريا بعام 1958 بعد قيام الجمهورية المتحدة صدر قانون تنظيم الجامعات بالأقليم الشمالي والجنوبي وتم تغيير اسم الجامعة السورية لجامعة دمشق وتم إحداث جامعة حلب وأدخلت العديد من الأقسام والكليات وصار متاح لجامعة دمشق منح شهادات بالدراسات العليا وكانت أول جامعة حكومية بالوطن العربي بقيت جامعة سورية محافظة على اسمها كجامعة سورية إلى حين مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر في سنة 1958 قبل ذلك كان هناك كليات جديدة وفروع جديدة قد افتتحت بالأداب واللغات وإلى آخر ما هناك لكنها سميت ضمن قانون تنظيم الجامعات في مصر في الإقليم الشمالي في مصر كان يطلق تعرفون الإقليم الشمالي مصر والإقليم الجنوبي هو سوريا في أثناء الوحدة فسميت بجامعة دمشق في تلك المرحلة ساهمت حقيقة يعني موضوع الوحدة أغنى جامعة دمشق بتنظيم أكثر بتشعيب للاختصاصات بشكل أوضح تم الاستفادة من الأسادة المصريين طبعا في تلك المرحلة كانوا على المستوى لا فيها جدا وكان هناك تأثير وتأثر متبادل أصبحت أكثر حضورا مما سبق وهي المرحلة التي نذكر فيها الأسماء الكبرى التي درست في جامعة دمشق في مرحلة لاحقة الجامعة لكي تتطور وتزدهر عليها أن تمتلك هذا الحظ من الحرية كما قلت مرة أخرى عليها أن تكون أكبر من الدولة الجامعة ومسقلة عنها هذا ما لم يحصل في النظام في فترة الوحدة بعد انقلاب البعث عام 1963 وسيطرت حافظ الأسد على السلطة عام السبعين دافع أساتثة جامعة دمشق بضراوة عن قيمتها وقيمها قبل ما تتحول لمجرد مؤسسة حزبية وتفقد مكانتها يلي كانت تتبوأ بمراحل سابقة وأصبح الانتماء لحزب البعث شرط للتعيين أو للدراسة بجامعة دمشق وغير من الجامعات السورية ناهيكم عن كارثة منح علامات فوق المعدل للمظليين من طلاب الجامعة بالإتمانينات يلي كانت افضيحة علمية بوقتها معايير دخول الجامعة بشكل أساسي تعتمد على مسألة تسمى المفاضلة وبقدر درجاتك تدخل فروع يحددها مجلس التعليم العالي وهذا شيء مهم جدا ويكون هناك تكافؤ في الفرص وبقدر جهدك تدخل الفرع الذي تشاء في وقت من الأوقات منح لا يقل عن خمسين درجة لهؤلاء ما سمي بالمظليين وحتى انطبق ذلك على مساء المناح على مساء الإفاد وكان هناك محاصصات وتفضيلات وأشياء لا علاقة لها بالعلم فعليا لكن هذا الأمر الطبيعي الذي يحدث ضمن تلك المنظومات الأمر أنه أنا لا أريد أن أنتقد أو أجور على مؤسسة أنتمي لها أو كنت فيها ربما يقال هذا شيء من قلة الأمانة أنا لست كذلك لكن كنت أرى هذه الأمور مثل مئة بالمئة من الأشخاص الموجودين كطالب كنت في كلية الأداة بقسم الفلسفة يعني نظام التعليم مهترق حقيقة لا توجد لغات أجنبية لا توجد مكتبات جامعية جديرة بالإسم فيها مراجع تجعلنا نقرأ ونطالع المدينة الجامعية التي أنشئت اسمها مدينة باسل الأسد المكتبة العامة في دمشق وهي الأساسية التي يمكن مراجعتها اسمها مكتبة الأسد وهي أيضا نظام أمني مصغر يعني تذهبين وتطلبين الكتاب هناك كتب ممنوعة هناك كتب كل التفاصيل الأمنية ممنوعة حتى يعني ظل هذا الأمر قويا وحاضرا بشكل قوي طيلة حكم الأسد بعام 2011 خرج طلاب جامعة دمشق بمظاهرات طالبت بإطلاق الحريات السياسية لكن تم قمع من عناصر الأمن وبدأت إدارة الجامعة بتقليب الطلاب على بعضهم واتعرضت جامعة دمشق أكثر من مرة لقصب القذائف رجح البعض وقوف النظام وراءه في محاولة لشيطنة الثورة حركة الطلاب في الثورة السورية في الجامعات كانت قليلة لكنها كانت جيدة وفاعلة خارج أسوار الجامعة كم العنف وزياد منسوب العنف من قبل النظام وألياته والمحسوبين عليه هو ما جعل في مرحل لحقة تتأسس مسألة هروب جميع الطلاب والأساتذة الذين يعني وقفوا مع التورة هناك نذكر جميعاً على الأقل الذين كانوا يعيشون في دمشق في تلك المرحلة ولهم علاقة في النصق التعليمي يذكرون حوادث المدينة الجامعية كان يتم رمي الطلاب المعارضين من طوابق العليا وهناك حوادث مؤلمة جداً يعني وعنيفة جداً يعني تم قام بها سواء الاتحاد الوطني طلبت سوريا والفروع الأمني المختلفة التي كانت تتحرك وهي موجودة أساساً في الجامعة ما حدث بعد ذلك تم هروب جميع الطلاب الذين كانوا على صلة مباشرة بالتورة هناك طلاب للأسف خسروا وجيدين وعلى مستوى رفيع جداً من المستوى العلمي خسروا شهاداتهم لم يستطيعوا أكمال دراستهم العليا سواء في المسر أو الدكتوراه هناك أساتذة اعتقلوا وخرجوا ووجدوا أنفسهم مفصولين فاضطروا للهروب مرة أخرى إلى خارج سوريا نلاحظ أن ما حصل الكثير من الطلاب اعتقلوا الكثير من الطلاب قتلوا الكثير من الطلاب هاجروا وغادروا سوريا ولكن أيضاً أساتذة الجامعة الكثير منهم من رفض هذه التصرفات وغادر وخرج في قسم الفلسفة قد كتبت هذا أعطوني مفكراً واحداً حقيقياً كان في قسم الفلسفة لديه وعي نقدي بما حصل وبقي في الجامعة كلهم خرجوا مجموعة كبيرة من الأساتذة أيضاً خرجت هذه هي الجامعة أذكر حادثة بأنني أتيت إلى المدرج الرابع في وقت من الأوقات تحديداً في نيسان في نهاية شهر نيسان تقريباً 2011 ووجدت ورقة تقول بأن الطالب الفلاني اعتقلته المخابرات الجوية ونعرف أنه ممكن أن تتدقل من أجل إطلاق سراحه لأنه اعتقل من بيته مطلوب زوج أخته وآتت المخابرات إلى البيت ووجدت هذا الشاب وأخته وعندهم طفله وهددوا بأن يأخذوا الأخت الأم وطفلتها لكن هذا الشاب أخذ بالنيابة عنه حتى يأتي زوج أخته يسلم نفسه أذكر بأنني قلت كلام صعب جداً وعلى الجهات التي أخذته وشعرت بألم شديد لكن لا حياتي لمن تنادي حلقتنا اليوم كانت عن جامعة دمشق تعرفنا فيها على تاريخ تأسيسها وأبرز محطاتها وأشهر من تولوا رئاستها ودورها خلال الثورة السورية نشوفكم الأسبوع الجاي بحكاية سورية جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر